عاجل التلفزيونات الجرائد المواقع الذباب القبض على خلية لحركة رشاد الإرهابية خلية 21 فيها 21 شخص تم اعتقال 18 منها ومثلاثة تحت النظر وكلام كثير تتشعر عندما تسمع 21 شخص متهمين بالإرهاب وخلية وتسمع لحركة رشاد الإرهابية تقول انت بالله هذه رشاد هذي رهي تشبه للقاعدة ولا ربما أبشع تشبه لداعش تقول ان هذه حركة رشاد رهي تقوم وترمي في القنابل كل يوم وتقتل في الناس كل يوم عصابة إجرامية يعني تهصح محشموش ويريدون العنف كتبت تغريدة يعني على السريع البارح خلاصتها أن هذه العصابة اللي حاكمة اليوم البلاد تسعى إلى العنف كما يسعى الدود إلى الجيف كما يسعى الدود إلى الجيفة يريدون العنف ترباوا العنف تغذوا بالعنف علموهم يتضربوا ويضربوا يتحقروا ويحقروا لذلك بالماضي وصف بدقة تمحقرين تحقروا في الشعب الشعب اللي يخرج بشي طالب ليس أكثر من شيء اللي هو أبسط ما هو عند الناس دولة مدنية دولة مدنية تزعجهم هذه العبارة ترعبهم وتزعجهم وتقلقهم إلى درجة أصبحوا ولو يجيبوا العسكر في كل ضباط العسكر يحضروا حتى في توزيع محافظة الابتدائيات اللي في الغالب محفظاء حتى هذه المحفظة ويسرقوها يعني لأنه نظام سراقين الوصوص تزعجهم كلمة دولة مدنية ترعبهم دائما كان نقاش يجري مع إخواننا بعض إخوان يقول لهم القضية ما هيش أن تكون علماني أو ليبرالي أو يساري أو إسلامي أو يميني أو تيوعي أبدا القضية هي أن تكون خاضع لهم وراكع لهم وتابع لهم ولست أكثر من واجهة مدنية لهم سواء كأحزاب تنظيمات نقابات أتكلم على العصابة بطبيعة الحال وزراء رئيس دولة إلى آخره كتب لي أحد الأحرار من الرجال الأحرار نقرر لكم واش كتب لي بعد قليل على رئاس الجمهورية رشاد لا تزعجهم لأنها إسلامية أو علمانية أو يسارية أو يمينية تزعجهم لأنها تطالب بدولة العدل والحق والقانون تطالب بدولة مدنية تطالب بما خرج به الشعب وكان أعضاء ومؤسسي الحركة نادوا بذلك منذ سنوات طويلة منذ أكثر من 16 سنة دولة مدنية بل أكثر من ذلك في الحقيقة 16 سنة هو بداية الحركة دولة مدنية لأنه بدون دولة مدنية يبقى هذا الصراع تبقى هذه الخصومات تبقى هذه المشاكسات تبقى جنيرالي تطيحوا جنيرالات جنيرالي تطيحوا وزراء يجيبوا الرئيس يدي الرئيس نحي الرئيس أقتل الرئيس دولة مدنية دولة مدنية باش تقدر اتحاسب الجميع إعلام مستقل باش يقدر يكشف ويفضح الحقائق الواقع كما هو وليس إعلام الشياتين اللي راح طايم اليوم دولة مدنية الاعتقالات اللي تمت ونصبت لإخواننا هؤلاء اللي قالوا من ولاية المدية هي اعتقالات ظالمة هي اعتقالات تحقارين لشعب محجور الشباب اللي اعتقل الرجال الذين اعتقلوا سواء كانوا أعضاء في حركة رشاد أو غير أعضاء في حركة رشاد نحن لا نميز بين الجزائريين حركة رشاد وسيلة وليست هدف ولذلك قلنا أن هذه الحركة حركتنا حركة رشاد تحل بمجرد أن ينتخب الشعب حكومة مدنية نحن لا نقدس لا الكيانات ولا الأسماء ولا الأشخاص ولا نحن بالنسبة إلينا الهدف والهدف أن يعيش شعب جزائري عيشة كريمة لا يجوع الناس لا تسقط الأمطار فتتساقط بيوت الناس وسقفن على الناس وتغرق الناس في وديان في الطرقات التي تصبح وديان وتصبح وحل وتصبح طيل وتصبح دولة مدنية اليوم عدد المعتقلين أكثر من 300 شخص 300 شخص واللي مهددين بالاعتقال بالآلاف واللي صدرت ضدهم أحكام سوى سجنوا أو لم يسجنوا تجاوزوا عدة مئات وما زال يظنون أن هذا سيرهب الشعب نعم قمتم بالحقيق وقمتم بصدمة في منطقة القبائل لكن هذه الصدمة ستمر الناس رحى تفيق الناس رحى تفطن وسيعود الحرك بإذن الله سيعود لأن بدون عودة الحرك نحن نتجه إلى كارثة بكل المقيس كل مرة ننسى عانوه اليوم ونشوفه فيه اليوم في البلاد من فقر وتفقير من بطالة وعطالة من جوع لبعض الناس من عدم وجود أعمال من قفال شركات من قفال تجارة من هيار شامل سيكون لعبة بقدر ما هو جاي مع هذه العصابات عايشين في عالم آخر عالم كلوب دي بان وزيرالداخ وفيلات حيدرة وفيلات لبيار أو بن عكنون حتى مع شعب حيدرة وشعب بن عكنون عايشين في عالم خاص ولذلك هذه الاعتقالات ومازال جاي اعتقالات أخرى في الحقيقة أنه تقريبا من يعتقلون في منطقة القبائل سيتهم بأنه ماك مع أن أكاد أكون يقيني أقول أن 99% من القبائل ضد الماك ونحن ضد الماك وضد مشروع الماك لكن مرة أخرى دائما نقولها بأن الماك لم يثبت عليه لحد الآن أي عمل إرهابي أي عمل عنيف واضح لكن المبدأ اللي رهم ماشيين به أنه اللي من منطقة القبائل يتهم ماك أي حر أي حراكي أي واحد مزعجهم في الغالب سيتهم بأنه ماك وفي المناطق الأخرى في الغالب سيتهم بأنه رشاد ومشي على الإرهاب لكن مكش لي مشا معاهم في العالم الخارجي رواياتهم حول الإرهاب ممشاتش معاهم ممشاش معاهم في العالم الخارجي ما فيش دولة واحدة ولا منظمة دولية واحدة تهمتنا بأننا حركة إرهابية لأنهم يعرفون الحقيقة ويعرفون بعض الوجوه الظاهرة للحركة والمتحدثة باسمها تقيم في دول غربية وهؤلاء هم أعداء أعداء الإرهاب سواء الإرهاب الحقيقي أو الإرهاب المفبرك سواء الإرهاب يفبرك من طرف بعض الجهات أو الإرهاب الحقيقي ولا يعقل أن يكونهم أن تكون هذه العصابة أقوى وأدرة من هذه الدول لتمتلك مش برك خبرة وجزء منها خبرة استعمارية واسعة ولكن تمتلك إمكانيات هائلة بكلمة عنه الكلمة ما فيش ولا دولة الآن ولا منظمة محترمة طبعاً يقدروا غدوة يجيبوا السعودية معهم وبن زايد والسيسي هذا يقدر يجيبوا مش مشكلة لكن هذا هو أمثالهم هذا لا نفرق بناتهم هؤلاء كلهم عصابات إجرامية تخنق شعوبها وأحياناً تذبح شعوبها لكن ما فيش دولة محترمة في العالم وقفت معهم في هذا الاتهام بل بالعكس خرجت على بالرغم من التدخل الفرنسي لدى المنظمات الدولية حتى لا تدين هذه العصابة طبعاً فرنسا ربما تغير الآن سياستها بعد الخصومة اللي وقت بيناتهم ربما في حدود معينة لكن حتى على الأقل حتى نهاية سبتمبر الماضي كانت فرنسا اللي تحميهم وبشدة على المستوى الدولي وعلى المستوى الدبلوماسي ولا تزال ولا تزال تحمي فيهم بشكل أو بآخر بنغم الخصومة اللي رهي موجودة اليوم بينتهم خرجت حتى الأمم المتحدة وتقول بأن الحراك في الجزائر حراك حضاري ومسالم وأن مكونات هذا الحراك لا يعرف عنهم عنف ولا يعرف عنهم إرهاب مع ذلك يسارعون ويسدرون قوانين قوانين لا أساس لها قوانين أي محامي مبتدى يستطيع أن يخرج أمام قاضي يقول له هذا القانون قانون جائر قانون ظالم هذا الاعتقال جائر ظالم نحن ندينكم بشدة ونقول لكم بأنكم لن تستطيعوا وقف حركة التاريخ لن تستطيعوا أبدا سينتصر الشعب في النهاية قضية فقط السؤال هو متى وكم ستكون تكلفة لكن سينتصر الشعب مصيباً تعكم أنكم قد تسحقون في الطرقات هذا السياسة اللي يكم مشين فيها قد تدفع ناس غاضبين إلى سحقكم في الطرقات أما نحن فكنا حتى اقترحنا عليكم الحصانة ونزيدو لكم دراهم باش تخلوا الشعب طرونكيل باش تخلوا البلاد طرونكيل باش تخلوا الشعب هذا يقرر مصيره لكن راه الناس في لحظات معينة الناس اللي مطحونة في البلاد الغاضبة المسحوقة مستضعفة راه تجيها لحظة قد تنفجر وقد يبحثون عنكم شخص شخص جنرال جنرال ضابط ضابط وزير وزير نكلم على كبار الضباط بطبيعة الحال وقد يسحقونكم في الطرقات نحن لا نريد لبلادنا هذا الاتجاه لكنكم تدفعون الشعب إلى هذا الاتجاه سنظل ننادي بالتغيير السلمي بالتغيير اللاعنفي برحيل جنرالات إلى الثكنات شعب يقول جنرالات إلى المزابل إلى المزبلة احنا قلنا جنرالات إلى الثكنات سنظل نحن نطالب ذلك وندعو لذلك لكننا نعرف أن في النهاية الشعب هو الذي سيقرر وهو الذي سيتخذ قراره لأنكم تفقرونه وتجوعونه وتخوفونه وتعتقدون أن ذلك سيمضي كما مضى السيسي في مصر حتى في مصر لم ينتهي الأمر وفي النهاية الشعب المصري سينتصر على السيسي وجنرالات لكنكم تعتقدون مع ذلك فالشعب الجزائري يختلف والدليل تاريخيا الثورة الجزائرية ذات الطبيعة الخاصة في كل المنطقة العربية ندينكم بشدة وانتم تظلمون هؤلاء الشباب وتدمرون حياتهم العائلية والأسرية والعملية والدراسية وتسجنون الناس بظلم وبحقد تطلقون العصابات وتصدرون أحكام بالبراءة على العصابات وراهي جاية ام جايين في الطريق وتسجنون الأحرار لأنقذوا البلاد من مصير العهدة الخامسة كانت ستكون كارثية لكنكم عدتم وراكم في العهدة خامسة في الحقيقة سينتصر الشعب في نهاية المطاف بس أشوفوا أنتم مصيركم فاشيكون العروض اللي قدمت لكم وما زال تقدم لكم في وقت للناس عاقلة وهادية لن تكون نفس العروض لأن الشعب هو اللي قرر مصيركم يومها وتأكدوا أن هناك غضب راح يكبر ويكبر كل يوم أكثر مما تتصورون وأنا نوجه لكم مرة أخرى نصيحة لشينغريحة ومنمعة من جنيرالات كما وجهناها الجاية الصالح عندما كان في قوت وكان يظن أنه رب الكون كان يظن أنه ربنا العلى قتلوا سيطيحون بك ويقتلونك أو يقتلونك أو يقلبون عليكم وقد حدث وهاهم جمعت جنيرالات آخرهم اللي كان بأيام القايد صالح بالرغم من أنه كانت عنده حماية فرنسية أمريكية لكن عندما اختصمت العصابة مع فرنسا جاتها فرصة باش أطاحت بي جنيرال قايد اللي سيسجن وهم بدوا مع التحقيقات مثل ومثل الجنيرال تعداسك اللي أيضا أطاحه به وههم بدوا مع التحقيقات ومثلهم مثل بالحيمر اللي ههم بدوا مع التحقيقات حتى بالحيمر هذا الوزير اللي كان يعتقد نفسه أنه من نوع حبست الخبارجي بشهادة أحد زملائه واللي ابنه والسيارة أنت وزارة الاتصال كانت تحمل المخدرات واتبيع المخدرات لو لأن جدارمية في ودرهيو ما كانوش عارفين ما كانوش عارفين أن هذه السيارة هي سيارة وزير الوزير الناطق باسم الحكومة فوقفوها فلقوا فيها الكيف وسجن السائق قبل أن يعترف بأن هذا الكيف موش نتاعو نتاعو ولد عمار بالحيمر عندما سقط قايدي كان يجب أن يسقط بالحيمر كان يجب ومع سقوط قايدي في الحقيقة مجموعة كبيرة من الجنانات ستسقط البعض سيعلنون عنه مثل هؤلاء اللي أعلنوا عليهم اليوم أيضا والبعض لن يعلنوا عنه وسيسقط مدرأ مركزيون وسيسقط ولات وسيسقط قضاة وسيسقط دبلوماسيون لأنها مرتبطة بالأجنحة جنح قايدي سقط الجنح الروسي ينتصر في الوقت الرهن ولذلك أعلنوا على هذه المناورات رح نشوفها فيما بعد لو كانت رشاد تعتقد أن العنف هو الحل لكانت والله ما تردد أن تقول ذلك بكل صراحة لكننا نحن نعتقد عندما يكون المحتل المجرم ينسب لأبناء الوطن فإن كل أنواع المقاومة جائزة فيه إلا السلاح إلا العنف المسلح عندما يكون الاستعمار المباشر حاضر أو وضع عملاءه على الطريقة العراقية أو الأفغانية فإن كل الطرق جائزة للمقاومة وهذا يضمنها القانون الدولي كما تضمنها العقول السوية وقبل ذلك بالنسبة للمسلمين والمؤمنين يضمنها خارق السماوات والأرض أن الناس عند الحق باش تدافع على أرضها وعلى وطنها وعلى أبنائها نحن لا نؤمن باستخدام العنف عندما يكون الاحتقلال عندما يكون المحتل من أبناء أو ينسب لأبناء الوطن حتى وإن كان خائناً وفاشلاً بل نعتبر أن بالنسبة للأنظمة الطغيانية فإن العنف بالنسبة إليها مثل الهواء للإنسان العادي أو مثل الماء للحوت في البحر ولذلك لن نمكنكم أبداً أولاً لأنه مش قناعتنا استراتيجياً يعني وفاهماً عميقاً للموضوع ثانياً لن نمكنكم أبداً من عنف مثل ما فعلتم في التسعينات ذبحتم أو تسببتم في ذبح أكثر من مئتين ألف جزائري وتدمير ملايين حياة الملايين من الناس لدمروا سواء لأنهم هجروا سواء لأنهم ذبحوا سواء لأنهم أخذت آراضيهم سواء لأنهم اقتصبت بناتهم سواء لأنهم هربوا أبنائهم ملايين الجزائرين دمرت حياتهم والبلاد كلها دمرت نتيجة لمخامرات إجرامية قادها كامرانات فرنسا واستمر فيما بعد كابرانات الكابرانات اللي رهما زالهم اليوم لستم إلا كابرانات كابرانات فرنسا السابقين